الدوخة من أكثر المشكلات الصحية إزعجاً، لكنها لا تعد خطيرة، فما هي الدوخة ومتى تصبح خطيرة؟ الدوخة هي الشعور بالدوار أو عدم التوازن، لأنها تؤثر على الأعضاء الحسية، خاصة العينين والأذنين، لذا يمكن أن تتسبب بالإغماء في بعض الأحيان. لكن ما هي أهم أسباب الدوخة المستمرة؟ أولاً دوار الحركة يمكن أن تؤدي الحركة المتكررة التي تحدث في السيارة أو القارب أو الطائرة إلى تعطيل هيكل الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى الدوخة والغثيان والقيء، ويطلق عليها دوار البحر أو دوار الحركة. ثانياً، الصداع النصفي الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع المتكرر الذي يمتاز بالنوبات المتكررة، حيث أن 30 إلى 50% من الأفراد قد يعانون من الدوخة بسبب المعاناة من هذا النوع من الصداع. ثالثاً، الانخفاض في ضغط الدم يسبب انخفاض ضغط الدم الدوخة، ويحدث في حالة الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة في أغلب الحالات. رابعاً، أمراض القلب والأوعية الدموية يوجد حالات تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يسبب الإصابة بالدوخة، مثل تراكم البلاك في الشرايين وفشل القلب الاحتقاني. خامساً، نقص مستويات الحديد يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى فقر الدم، حيث لا يوجد في الجسم ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، مما قد يسبب الدوخة وأعراضاً أخرى. سادساً، نقص السكر في الدم يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض السكر في الدم عن المستويات الطبيعية، وذلك بسبب تفادي بعض الوجبات أو تناول بعض الأدوية أو وجود اختلالات هرمونية وهذا بدوره يتسبب بالدوخة وعدم التوازن سابعاً، أمراض الأذن الداخلية المناعية الذاتية هي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطاء الأذن الداخلية، مما يسبب فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كلاهما، ومن أعراضه الدوخة وفقدان التوازن والطنين ثامناً، التوتر أثناء الاستجابة للتوتر يطلق الدماغ هرمونات تؤثر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وهذه الهرمونات تضيق الأوعية الدموية وترفع معدل ضربات القلب هذه الاستجابات تؤدي إلى الدوخة وفقدان التوازن وبذلك يعد من أحد أسباب الدوخة المستمرة تاسعاً، القلق الدوخة هي أحد الأعراض الشائعة للقلق ومع ذلك، فإن العلاقة الدقيقة بين الإثنين تختلف من فرد إلى آخر أعراض الدوخة المستمرة الدوار أو الشعور بالأغماء فقدان التوازن، عدم الثبات متى يجب مراجعة الطبيب؟ يجب مراجعة الطبيب عندما تصبح أعراض الدوخة شديدة وغير محتملة مثل الرؤية المزدوجة، القيء، الحمى، الخدر، صعوبة في التحرك أو السيطرة على الذراعين أو الساقين صداع الرأس، ألم في الصدر، فقدان الوعي